قالت هيئة البث الإسرائيلية أنه من المتوقع استئناف مفاوضات تبادل الأسرى بين تل أبيب حماس رغم اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعي الهنية ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة على المفاوضات ستستأنف بعد انتهاء حماس من حدادها على هنية متوقعة أن يسهم اغتياله في دفع المفاوضات وبالتوصل إلى اتفاق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الدولية في الجامعة الأمريكية الدكتور طارق فهمي أهلا بك معنا دكتور طارق أولا ما دقت هذه المعلومات حسب متابعتك التي ذكرتها هيئة البث الإسرائيلية في استئناف المفاوضات فيما يخص وقف إطلاق النار وكيف نتوقع أن يكون شكل هذه المفاوضات بعد مقتل إسماعي الهنية صباح الخير على حضرتك وبطبيعة الحال لن تكون هناك مشكلة في عملية استئناف المفاوضات لأنه الطرفين وصل إلى قناعة بدرورة التفاوض برغم تصفية القيادة إسماعي الهنية في كل المرات السابقة كانت قبل أن تتم وقف إطلاق نار كان يتم إنهاء المشهد باختيالات كبرى سواء كان بالنسبة لأحمد الجعبري وفي مراحل معينة قادة كبار في الحركة بصرف النظر كانت عن المراحل الزمنية العبد العزيز الانتيسي والشيخ أحمد ياسين وغيرهم وبالتالي لا أعتقد أنه اختفاء وتصفية إسماعي الهنية سيؤدي إلى عرقلة المفاوضات نقطة من أول السطر المفاوضات في تأديري ستبدأ على نفس الأرضية الجديدة التي كانت قد بدأت بيها وقد وصلت حماس إلى قناعة بيئة المفاوضات وجاء الرد في اللقاء الأخير كما تعلمي في الروم بوثيقة إسرائيل قدمت فيها رؤيتها بصرف النظر عن بعض التحفظات التي أبدتها إسرائيل بشأن عودة النازحين إلى مناطق الشمال وقوة المتابعة والمراقبة وعدم الانسحابات الكلية ففي نقاط رئيسة حضرتك وفقت عليها حركة حماس إسرائيل لم تقدم سوى بعض الرؤى في لقاء روما أعتقد أن المفاوضات ستبدأ من حيث انتهت لن تكون هناك مشكلة لكن مزيد من الضغوطات الإسرائيل بيتمارسة على حماس هو بطبيعة الحال الحصول على أكبر قدر من التنازلات اختيال وتصفية إسماعيل هنية أحد الأوراق المهمة برغم أنه وريد أنه صح معلومة أنه لم يكن على قوائم الاختيالات إسماعيل هنية كان من القيادات السياسية وإسرائيل لا تتابع العناصر السياسية لاعتبارات كثيرة يتحركوا في عواصم عدة لكن هو ورقة من الأوراق الضغطة بالنسبة على حركة حماس وبالتالي أنا أعتقد أن الرسالة وصلت إلى حركة حماس وبالتالي مزيد من الضغوطات على حماس سيؤدي بها إلى العودة إلى المفاوضات ولن تكون هناك رد على الرد بمعنى أن ما ترح من أفكار بعد روما أعتقد أنه سيكون مهيئ لهذا لأنه مزيد من استمرار المشهد سيؤدي إلى خسائر كبيرة لحركة حماس كما تعلمي القطاع لم يعد قطاعا لاعتبارات كثيرة أمنية كل ستمساحته الترتيبات الأمنية في الممرات كل هذه الأمور حضرتك بمكلفة لحركة حماس وبالتالي إسرائيل أرادت أن تضع حماس في دائرة محددة ودائرة أن تقدم فيها مزيد من التنزلات الفرصة مواتية بالمناسبة والوسطاء يتحركون سواء الوسيط الأمريكي والمصري والقاطري في هذا الاتجاه طيب دكتور طارق طالما أنه نتنياهو لم يكن عذرا إسماعيل هنية لم يكن على قائمة الإغتيالات ولكن في رواية من الجانب الأمريكي تتحدث بأن إسماعيل هنية كان واقعي أكثر وربما تذهب مسألة المفاوضات إلى وقف إطلاق النار ويكون هناك اتفاق وربما هو ما لا يريده نتنياهو لذلك تم اغتياله وهذه نقطة نقطة ثانية كيف يمكن أن يكون شكل هذه المفاوضات وهو متعارف بأن السنوار أكثر تشددا من البقية فيما يخص وقف إطلاق النار حدك سألتي وأجبتي أستاذة هاني في جزء مما يجري كان هناك ولا يزال تباين أو تجازب بالنسبة لحركة الداخل والخارج وهناك طبعا أكثر من طيار في هذا الإطار إسماعيل هنية والحية والمجموعة التي كانت تفاوض لديها رؤية معتدلة إلى حد ما في تقبل بعض الأفكار لكن هم لم يكنوا على قدر كبير من نقل الصورة وتابعا الصلاة كانت بتتم مع أعضاء المكتب السياسي متقطعة مش بصورة دائمة ولم يكن لهم تفويت كامل إذا صح تعبيري مثلما كان بالنسبة للحالة الإسرائيلية فأعضاء المكتب السياسي يتفاوضون على الأطر ولا يتفاوضون على التفاصيل التفاصيل كانت خاصة بالجناح العسكري وتحديدا لمحمد السنوار وليس اليحية وبالتالي كانت القضية هي التعلق ببعض النقاط الرئيسة الخاصة بالجناح العسكري في الداخل محمد السنوار كانت له أراء ولا تزال متشددة في هذا الإطار الخاصة بالترتيبات الأمنية بعودة النازحين برفع الوجود الإسرائيلي في الممرات ممر ديفيت وممر نتسرين بالإضافة إلى الممر صلاح الدين والمعبر في تفاصيل كثيرة إضافة طبعا إلى انسحابات مباشرة يعني كان الجناح العسكري لديه هذه الرؤية بقيادة السنوار ربما كانت لديه بعض التحافظات لكن أعتقد أن الجناح العسكري له تصورات كبيرة قضية اختيال إسماعين هنية لا نريد أن نعطي الأمور أكثر من حقها لم تكن بهدف أنه كان معتدلا وغير معتدلا إسماعين هنية والمجموعة المفاوضة ونائبه خليل الحيوة والمجموعة كانت لديها حدود في التفاوض وإسماعين هنية كان معتدلا في بعض أراء وأفكاره لكن إسرائيل أرادت أن تنهي المشهد عمليات العسكرية والسلسة هاني بتنتهي في قطاع غزة العمليات في مراحلها الأخيرة فلابد لحاملية إسرائيل أن تذهب إلى المفاوضات والترتيبات الأمنية إذا لم تتم مع حماس فستلجأ إليها من جانب واحد وجانب واحد يعني إجراءات انفراضية وبالتالي ستكون هناك خسائر كبيرة وفادحة بالنسبة لحركة حماس في هذا التوقيت لأن إسرائيل إذا أقدمت على استمرار في مخطط العمليات الترتيبات الأمنية من جانب واحد لن يكون هناك قطاع حضرتك القطاع تم طبعا زي ما أشرت تخليصه وبصورة كبيرة ترتيبات الأمنية مكلفة وبالتالي ستكون حركة حماس خاسرة في كل العام طيب بالنسبة لعودة المباحثة طالما أنه لابد أن يكون هناك ذهاب لوقف إطلاق النار هل سيكون وفق الشروط التي وضعها نتنياهو أخيرا أم سيعودون إلى الصيغة الأولى التي أبدت بعض الشيء حماس موافقة عليها اللقات التي أعلنها أستاذة هاني نتنياهو هي لقات مرتبطة بمراحل التنفيذ لكن هو قبل بالأطر يعني الأطر منذ بريس 2 ثم روما ثم القاهرة الدوحة كانت هناك أطر محددة منضبطة وافق عليها نتنياهو المشكلة في اللقات التي أعلنها هو تفاصيل التفاصيل المتعلقة بعودة الفلسطينيين إلى المناطق الشمالي نازحين بصورة كاملة الأيام التي لن تكون فيها عمليات عسكرية فوق سماوات غزة يعني فيه ترتبات والانسحابات التكتيكية من ممر ديفيد تحديدا وأيضا طبعا رفع الحواجز من شارع الرشيد وتفاصيل كثيرة الرجل أدخل نفسه نتنياهو في تفاصيل كثيرة هي خاصة بالفريق المهني والفريق المهني لم يكن لديه اعتراضات يعني ممثل الجيش مثلا في المفاوضات قد أبدى تجاوبا مع ما طرح والاستخبارات العسكرية أمان ممثلها الرئيس الأمان استخبارات العسكرية أبدى بعض الملاحظات لكنه قابل بالإطار العام الخلافات خلافات مهنية بالمناسبة وليست خلافات سياسية بين الفريق التفاودي وبين نتنياهو انعكست على مجموعة اللقاءات التي أعلنها لكن أعتقد أنه سيكون هناك تجاوب من قبل الطرفين للعودة للمفاوضات وبداية المصار في مراحل تنفيذه طيب هو سيعود إلى المفاوضات وليحضرتك طبعا تفضلت بذكره ولكن بالنسبة لمحور صلاح الدين والبقاء الإسرائيلي هناك هو ما تعارضه مصر كيف ممكن أن سيكون شكل هذه المفاوضات أو على الأقل التفاوض حول محور فلادلف أو محور صلاح الدين من الجانب المصري هل ستتمسك بشرطها أم إيش سيناريو يعني القاهرة القاهرة لن تقبل بالنسبة حل وشبه خيار في هذا الملف بالإضافة حضرتك إلى الممر المعبر رفح وفتح وطبعا إسرائيل قدمت أفكار عديدة في هذا الإطار إدارة أمريكية شراكة مشتركة أو شركة أمريكية تدير أو تعاون سلاسي أو غيرها من الأفكار القاهرة رفضت كل هذه الخيارات ووضعت ملاحظات كثيرة في هذا الإطار إسرائيل تناور حضرتك في هذا الإطار إسرائيل ستنسحب من ممر صلاح الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر